اشتركوا في القناة السلام عليكم حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامج مكعبات رمضانية اليوم نحن وإياكم في الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان المبارك نستقبله بالتوكل على الله تبارك وتعالى ليوفقنا لكل خير هو يرضاه نحن في الشهر الفضيل شهر الخير والبركة في شهر كل أفعالنا فيه مقبولة بأمر الله تعالى هذا الشهر شهر الرحمة والمغفرة بين صيام وقيام وفعل الخيرات كله خير وبركة برنامجنا سنكون وإياكم فيه في محاورة متعددة ووقفات رمضانية مهمة مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم أدنا إليكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية مشاهدين الكرام اخترنا أن نكون وإياكم في هذا الشهر مع مجموعة من الشخصيات الشخصيات المهمة في تاريخ الإسلام اخترنا أن نكون وإياكم مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه والإمام الحسن صلوات الله عليه ومع مجموعة أخرى من الشخصيات فلنبدأ وإياكم من هذه الليلة بقراءة وقفات من سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه فلنبدأ ببركة محمد وآل محمد من خلال برنامجنا هذا وما تقرؤونه في منازلكم مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا إليكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيف هذه الحلقة أبو الفضل السلام عليكم أبو الفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشلونك حبيبي الحمد لله زين أحوالكم مشاهدين الكرام طبعا لدينا مجموعة مكعبات في كل مكعب يوجد سؤال حبيبي أبو الفضل المكعب الأول يوجه لك سؤاله ويقول اسمك الثلاثي وأمرك وسكنك أول فضل ما ييد حمزة عمر 16 سنة سكني كربلاء شكرا جزيلا أما المكعب الثاني يسألك ويقول في أي مرحلة دراسية الثالث متوسط والمكعب الثالث سؤاله طموحك العلمي طموحه العلمي صراحة أنا أحب أن أكون شخصية مؤثرة بالمجتمع شخصية تحبها الناس وتتأثر بكلامها والشي اللي تقوله أما المكعب الرابع يقدم لك سؤاله شنو يعني لك الشهر رمضان المبارك؟ الشهر رمضان هو أحد أعظم الأشهر في السنة الهجرية تميز هذا الشهر بكونه شهر للطاعة والتوة والقيام بالصلاة وعبادة الله تعالى فهذا الشهر الناس التوبي وحتى شخص كشامبالي قبل شهر رمضان يقدر يجدد عباداته وطاعته مثلا قبل يصلي يبدأ يعمل بالنوافل صلاة الليل دعاء العهد وهكذا أبو الفضل حبيبي خليكوا يعني مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم قد نواياكم مشاهدين الكرام فيه برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية أبو الفضل المكعب الخامس سؤالة شلونك ويصوم العبادات؟ طبعا بعض الناس تظن أو تفكر بأنه إذا كانت شنة التصايم فأنت تعبون ما لازم تعبد رب العالمين وتقضيها كلها نوم ويستمتعون يعني هو النوم من الأذان للأذان هي شي ضلي عن نايم طبعا هذا الشي جدا خاطئ الصيام وتقرب إلى الله تعالى وفضيلة الصلاة والأعمال تزداد وتكثر عدة الصيام ولازم الشخص أنه يحس بالفقراء إجتماع الفقير يصلي ويصوم ويتعب ويقوم بالعبادات ويقوم بعمله هو تعبان وبطنة فارغة يعني ما ما قد حاجته من الأكل وغيرها المكعب السادس يوجه لك سؤاله ويطرح اختار أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نتكلم في سيرته في هذا الليلة إيش قد تحب أمير المؤمنين ولي أش طبعا أمير المؤمنين الإمام عليه صلوات الله عليه أحد أفضل وأشهر من الأشخاص اللي عرفوا بالتاريخ ببلاغتهم وشجاعتهم وحسن القول والفقه العالي وعلمه وطبعا إلى وقفات عديدة في المعارك وهو أول إمام من الشعر الثناثنى عشريا والمكعب السابع يسألك ويقول شنو تحب توجه كلمة بحق الإمام علي صلوات الله عليه طبعا كلمة واحدة ما تكفي بحيث أنه الإمام علي شخصية جدا 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 جذابة فكلمة واحدة ما تكفي فلذلك أحتصر الكلام بأشعر المتنبيه هو موجه أيضا للأمير المؤمنين علي عليه السلام وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استقل الشيء قام بذاته وكذا ضياء الشمس يذهب باطلا خليك يا أنا حبيب والفضل مشاهدين الكرام فاصل وننتقل إلى مسك ختام هذه الحلقة عدنا إليكم مشاهدين الكرام في مسك ختام هذه الحلقة الصديق معناه المبالغ في الصدق وهو الذي يصدق قوله بالعمل وقد لقب بعض الأنبياء الذين ورد أسماءهم في القرآن بهذا اللقب وصديق الأكبر لقب مختص بالإمام عليه عليه السلام لقبه رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وكذلك الصديقة الكبرى من ألقاب السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام أيضا عن الإمام عليه عليه السلام أنه قال أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا مكعبات رمضانية في أمان الله اشتركوا في القناة